من جديد تعود الأجواء للتوتر بين أذربيجان وإيران بعد الهجوم المسلح على سفارة باكو في طهران الذي أدى لمقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة موظفين آخرين وفي الوقت الذي قال فيه قائد شرطة طهران إن دوافع الهجوم على السفارة شخصية قالت الخارجية الأذربيجانية من جانبها إنها ستفتح تحقيقا في الواقع وستقدم معلومات أخرى لجمهور هجوم يعيد للواجهة إرثا ثقيلا من الندية بين البلدين الذين تحكم العلاقة بينهما معادلات وتوازنات إقليمية ودولية معقدة ليس أولها دعم إيران لأرمينيا في حربها ضد أذربيجان وليس آخرها الأقلية الأذرية المضطهدة في إيران والتي يمارس ضدها عنف ممنهج وفقا لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ويطيف المعهد بأن الحرص الثوري الإيراني لم يتوانى عن ارتكاب مجزرة ضد الأذريين عقب مشاركتهم بالتظاهرات التي خرجت رفضا لمقتل الشاب مهسى أميني خارجيا لا تزال إيران ترفض تحول أذربيجان إلى دولة قوية لا سيما أنها لا تنتمي إلى مجال نفوذها التقليدي وتنخرط في الحلف المشكل بين تركيا وباكستان المنافس لحلف طهران مع روسيا والصين وبالعودة إلى الهجوم الذي استهدف السفارة الأذربيجانية في طهران لا يستبعد محللون سياسيون أن يتطور لأبعد من ذلك لا سيما مع اعتبار الرئيس الأذري الهجوم عملا إرهابيا توازيا مع إعلان أنقرة تضامونها مع باكو ويشير المحللون إلى أن الهجوم يأتي في فترة حساسة مع تطور العلاقات أكثر بين أذربيجان وتركيا وتطوير الاقتصاد الأذربيجاني والبنية التحتية للطاقة على نطاق واسع وهو تطور لا يروق لإيران التي لوحت بالحرب أكثر من مرة خلال مناوراتها العسكرية الأخيرة التي تعتبر الأكبر منذ ثلاثين عاما على حدودها مع أذربيجان ترجمة نانسي قنقر